في نيسان القادم يتحضر العراق والولايات المتحدة الأمريكية لجولة جديدة من الحوار الاستراتيجي هي الأولى في عهد الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن جولة تبني عليها الأحزاب الموالية لإيران آملا جديدا بشأن الانسحاب الأمريكي من البلاد في ظل سياسة بايدن المتراخية مع طهران وتنامي العداء بين الميليشيات وواشنطن التي فاجأتهم باغتيالها قاسم سليماني ومع النجالبين قاتلا معا ضد تنظيم الدولة إلا أن الأولويات اختلفت لدى الميليشيات التي ترى اليوم في العراق كعكة لا تريد أن يشاركها فيها أحد لا سياما مع تمكنها السيطرة على طرق المواصلات بين بغداد ودمشق فبيروت في وقت يبدو أن تبرير الوجود الأمريكي العسكري في العراق سينتقل ليكون تحت تسميات أخرى كتدريب القوات الحكومية ورفع قدراتها لعدم عودة تنظيم الدولة لكن ماذا عن السيادة العراقية؟ تبدو هذه أضعف نقطة في الحوار الذي ينشد فيه الموالون لإيران والموالون لأمريكا في العراق تحقيق كل طرف نقاطا على حساب الآخر مستفيدين من وجود مصطفى الكاظمي على رأس الحكومة والذي يحظى بأهمية لدى الفريقين ما يمكنه من الحفاظ على توازن هش لن يمكنه بالتأكيد من منع صواريخ الميليشيات المنفلتة من عقالي ميليشيات الحجد من استهداف المصالح الأمريكية بالإضافة إلى ذلك تعتمد إيران على قدرة الكاظمي على الاستفادة من النوايا الحسنة الدولية لدعم الاقتصاد العراقي الذي يمثل منفذا للشركات الإيرانية وتبقى ملفات الفساد الحكومي والاقتصاد المنهار والقوات الحكومية متعددة الولاءات وحرية التعبير المنتهكة في العراق على أيدي القوات الأمنية والميليشيات تبقى نقاطا ضائعة في الحوار الأمريكي مع حكومة الكاظمي تلك التي أطلقت وعودا كثيرة للتغيير لكنها بقيت حبرا على ورق كما يؤكد متظاهر ثورة تشرين الذين يريدون عراقا آخر لا يتبع لأحد